هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأولادا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرمه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طليرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسهورا وجزاهم بما صبروا جنة حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسطون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منذورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وبلكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضرا وإستبرطا وحلوا أساور من فطة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعصيلا ومن الليل فاسدد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخن من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما